ملخص كتاب كيف تخطط لحياتك للدكتور صلاح الراشد الكتاب الذي تم بيع أكثر من مئة ألف نسخة منه حتى الآن يتحدث الكتاب عن التاريخ والحضارة والأشخاص الذين كانت لديهم رسالة واضحة جعلتهم ناجحين مع الوقت إن الأشخاص الناجحين في تلك الحياة هم من لديهم رؤية ورسالة واضحة والرسالة عادة ما تكون متعلقة بسعادة الشخص ورؤيته وهدفه للنجاح ولابد من الجمع بينهم حتى تستطيع التخطيط للحياة لذا دعونا نتعرف على ملخص كتاب كيف تخطط لحياتك وأهم القواعد التي ذكرت فيها تقول القاعدة أنك إذا فشلت في التخطيط فإنك قد خططت للفشل وإنك إذا لم تخطط لنفسك ستصبح واحدا من مخططات الآخرين يتحدث الكاتب عن خطورة عيش الشخص من دون أداف واضحات في الحياة عند الانتهاء من الكتاب تستطيع أن تكوين رسالتك الخاصة وتحديد الرؤية والاستراتيجية التي ستكون سببا في الحياة الخطوات السبعة للتخطيط هي أولا أكتب جميع أمنياتك الاستراتيجية في كل جانب مهم من جوانب حياتك ثانيا حدد الأولى فقط من كل هدف استراتيجي من هذه الهداف ثالثا اكتب في ورقة مستقلة الهداف الاستراتيجية الأولية في حياتك رابعا أرسم رؤية عامة لعشر سنوات خامسا حدد خطة تنفيذ سنوية لتحقيق الهداف الاستراتيجية سادسا داوم على كتابة قائمة يومية أو أسبوعية للمهام المطلوبة لتحقيق إجراءات الخطات السنوية سابعا توكل على الله وقم بصلاة الحاجة ركعتين تقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص ثم تقول في سجودك دعاء الحاجة المعروف والله يوافقك نبذة عن الدكتور صلاح الراشد ولد في الحدي عشر من يونيو من عام 1969 وانتقل من إنجلترا إلى الولايات المتحدة وقد حصل هناك على الدكتوراه في الفلسفة وفي علم النفس الإدراكي وحصل أيضا على ماجستير في علم النفس الاجتماعي حصل على ديبلوم في دراسة الطب النفسي من بريطانيا وأيضا ديبلوم في العلاج النفسي حصل على لقب ممارس أول مرخص في علم البرمجة العصبية اللغوية من بريطانيا وأيضا ممارس مرخص في العلاج بالتنويم من بريطانيا ويعد دكتور صلاح الراشد من أنجح الشخصيات التي ظهرت في السنوات الأخيرة في مجال التنمية البشرية استطاع أن يقوم بتأسيس العديد من المؤسسة الناجحة أشارهم هو مركز الراشد لتنمية البشرية في الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر